ليست بالجديدة ولكن الحديث فيها هو الجديد الاعتراض والبعض لربما أيد والبعض الآخر كان مخالفا لها إذن هذا التباين في الآراء مباشرة سنتحدث حول اتفاقية سيداو بين من وصفها مخالفة للشريعة الإسلامية ومطالبات بالانسحاب الفوري منها ومن يرى فيها قضى على أشكال التمييز ضد المرأة لنتحدث والناحية القانونية حول اتفاقية سيداو ينضم إجانا هنا ضيفا في الستوديو المحامي بهاء غانم محامي نظامي أسعدت صباحا وأهلا وسهلا نستهد بها أهلا فيك ويسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين أهلا وسهلا بك يعني بداية ربما لن نتحدث كثيرا في موضوع التباين في الآراء وإنما حول الاتفاقية نفسها ما الذي تعنيه اتفاقية سيداو باختصار واختزال نعم صحيح بداية اتفاقية سيداو هي عبارة عن اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وهي ليست وليدة اليوم تم تأسيسها عام 1979 ودخلت حيز النفاذ عام 1981 طبعا غالب دول العالم وقعت على هذه الاتفاقية ومنها دولة فلسطين وقعت عليها دولة فلسطين عام 2014 ولكن للأسف وقعت بدون تحفظ يعني تكاد تكون فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي وقعت على الاتفاقية بدون تحفظ وللأسف هذا أدخلها في إشكاليات والتزامات دولية وكذلك إشكاليات على الساحة الداخلية وعلى مستوى التشريعات المحلية بداية قبل الحديث عن هذه الإشكاليات بشكل سريع عندنا القانون الأساسي الفلسطيني في المادة الرابعة الذي يعد هو الدستور الأعلى في فلسطين ينصف المادة الرابعة لأن الشريعة الإسلامية هي الدين الرسمي في البلاد طبعا مع احترام الأديان الأخرى وقدسيتها وأن التشريعات تستمد من هذا القانون الأساسي وتستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية فبالتالي بالحديث على إشكاليات اتفاقية سيداو وحتى إشكاليات التي وقعت فيها دولة فلسطين بخصوص أنه كان فيه فراغ تشريعي من عام 2014 هو تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية للعام 2017 هو أنه كان فيه فراغ دستوري طبعا غياب المجلس التشريعي أثر على ذلك لا يوجد كان في هذه الفترة أي محددات أو أي ضوابط أو أي قواعد دستورية للتعامل مع الاتفاقيات الدولية ومواءمتها مع التشريعات المحلية فبالتالي إلى أن جاء هذا القرار عام 2017 قرارين المحكمة الدستورية الذي أكد على المادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقول أن الاتفاقيات الدولية تسمع على التشريعات الوطنية بما يتناسب ويتلأم مع الهوية الوطنية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني هل تم بصراحة حتى أيضا يفهم ونفهم جميعا الصيغة الحقيقية لأنه فيه هناك يعني زي ما بنقول ملاطشات في هذا الموضوع أنه بيقول لك لا هذه مش الاتفاقي حسب طبعا ما نشر في الورقة هذه نسخة وقرارات بمشاركة من مؤسسات نسوية من ضمنها طبعا ومذكورة وهي ليست من باب التشريع إنما هي مذكورة من مركز الرشاد القانون الاجتماعي للمرأة والمساواة وهيومان إذن يعني بصراحة هذا المراكز أو هذا ما نشر يقال أنه هذه مش الصيغة النهائية طيب إذا في كل اتفاقي يجب أن تتوافق مع التعاليم لربما الدين المتبع والثقافة والقانون الأساسي والمحددات الدستورية إذن آلية اتخاذ القرار عند السلطة في توقيع الاتفاقيات ومنها سيدة وهكذا علق البعض بعض المصادقة عليها في المجلس التشريعي وبعدها إجراء استفتاء شعبي عليها ومشاورة مجتمعية مع مؤسسات وأحزاب وحركات وفصائل الشعب الفلسطيني أليس كان هذا حري على السلطة أن تلتزم ديه قبل التوقيع على أي اتفاقية؟ نعم صحيح وهذا يعني من ضمن الحلول اللي ممكن أنه من خلاله أنه يتم التوافق ما بين كل الجهات المعنية في دولة فلسطين لأن الاتفاقية إذا بنحكي ونكون منصفين ليست كلها يعني مخالفة للشلع الإسلامي يعني تقريبا نقدر نقول 70% من الاتفاقية لا تتعارض مع الشلع الإسلامي وإنما هناك بنود خصوصا في المادة 16 تتعلق في الأحوال الشخصية فبالتالي الاتفاقية ليست بكلها يعني إنها مخالفة نعم صحيح فبالتالي عندما قامت هذه الجمعيات وللأسف ما هي الإشكالية اللي ممكن أن تثار في آلية تنفيذ هذه الاتفاقية عندما صدر التقرير عن هذه المنظمات الحقوقية لم تراعي حتى مبادئ القواعد الدستورية أو قرارات المحكمة الدستورية ولم تراعي القانون الأساس الفلسطيني المحدد لهذه الاتفاقية عندما أصدرت توصيات للجنة سيداو على الاعتبار أن دورة فلسطين ملتزمة بعد أن وقعت على برتوكول عام 2018 ملتزمة بالتقرير الأولي الذي وضعته في جعبة لجنة سيداو الذي لم يراعي أي مبادئ دينية ولم يراعي أي قواعد الدستورية اللي كانت مخالفة عشان برضو هن في استفسارات بيقولوا أنه طب شو هي البنود اللي كانت مخالفة للشريعة والمهم أنهم ما يطبقوها نعم صحيح بخصوص المادة 16 وكذلك المادة يعني اثنين البند يا من الاتفاقية تقول الاتفاقية في المادة اثنين أنه يجب على دولة فلسطين أو على الدول الموقع الاتفاقية إلغاء كافة التشريعات الجزائية التي تميز ضد المرأة فللأسف الجمعيات النسوية اتخذت من هذا النص ذريعة لإلغاء تجريم الزنا وجعل يعني بصراحة الزنا غير مجرم في القانون كذلك المادة 16 التي أباحت حق اختيار الزوج والزواج بدون أن تبدأ دولة فلسطين أي تحفظات على هذه البنود من المادة 16 بالاتفاقية كذلك فسرت الجمعيات النسوية وكذلك مؤسسات حقوق المرأة على أن يحق للمرأة الزواج بغض النظر عن دين أو عن معتقدات أي شخص على اعتبار أن الدين الإسلامي إذا أخذنا الدين الإسلامي يمنع بزواج المسلمة من غير المسلم فبالتالي هاي إشكالية طبعا هي تخالية إشكالية ليست تخالف الدين فقط إذا نحكي عن قانون إحنا دولة قانون تخالف القانون الأساسي الفلسطين الذي هو بمثابة دستورة وتخالف القواعد الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية فهذه الإشكالية التي من خلال عدم تحفظ دولة فلسطين على الاتفاقية أفقدها عنصر دستوري وهو عنصر الموائمة ما بين الاتفاقيات الدولية وما بين التشريعات المحلية كان بالإمكان لفلسطين أن تعترض أو تتحفظ أو أن ربما يعني تنسحب آنذاك أم ماذا نعم هو من حيث المبدأ مجرد التوقيع على الاتفاقية لا يجوز التحفظ يعني يجوز التحفظ قبل التوقيع على الاتفاقية ولكن اتفاقية فيينا أو اتفاقية سيداو والاتفاقيات اتفاقية فيينا هي المحدد الرئيسي لكل اتفاقيات والمعهدات الدولية أتاحت للدول حق التحفظ من تاريخ التوقيع والمصادقة لمدة سنة التحفظ على هذه الاتفاقية ولكن للأسف لم نتحفظ وكذلك صادقنا على البرتوكول الاختياري وصادقنا على اتفاقية فيينا فأصبح الانسحاب منها يعني لربع له تبعات تبعات قد تكون معنوية أمام الصورة صورة الدولة الفلسطينية أمام المجتمع الدول ولكن يجوز تشكيل لجان من قبل نقابة المحامين وكذلك هون يجدوا الإشارة أنه كان فيه مواقف عدي جيدة ويبنى عليها من نقابة المحامين الممثل للعدالة الفلسطينية وهي دائما صباقة فهكذا مواقف لحماية القانون الأساسي وكل القوانين الناظمة وكذلك دور الإفتاء الفلسطيني وكذلك وزارة العدل كلها أكدت على دستورية القرار الدستوري وإلزاميته بما لا يتعارض مع هوية وثقافة الشعب الفلسطيني وكذلك المادي 41 من قانون المحكمة الدستورية هنا يجب الإشارة إلى هذا الموضوع أنه القرارات المحكمة الدستورية في المادي 41 بموجب قانون المحكمة الدستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة وكذلك الكافة أي بمعنى أنها ملزمة للمؤسسات الرسمية والغير رسمية بمعنى المؤسسات النسوية وكذلك الكافة يعني أفراد يعني الالتزام الالتزام يعني هي لأنها على سلطة تشريعية في دولة فلسطين أيضا يوم أمس كان في تعقيبا لمجلس الوزراء على اتفاقية سيداو حيث قال الدكتور محمد اشتيا قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء وهذا تعقيبا طبعا على ما أثير في الأوين الأخيرة حول اتفاقية سيداو وقال قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصونا لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون ويؤكد أن القانون فوق الجميع ربما هذا أيضا هو مساند لما تتحدث عنه أستاذ بهاء بنفس الصدد ونفس الموضوع نعم صحيح هو من ناحية قانونية مساند ولكن هناك إشكاليات واقعية لا يمكن لأحد إنكارها هو أن المؤسسات النسوية بصراحة تستفرد في تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية لأن لها نوعا ما من النفوذ لدى الجهات المختصة ولدى القيادي فبالتالي الجمعيات النسوية تمتلك دعم وتمتلك تمويل كي لا نجمع الجميع ربما بعضهم من المؤسسات التي هي بالفعل شريكة في هذا الموضوع ولكن بالنسبة لموضوع هناك مطالبات ووفقا للبيان العشائري الذي كان قد صدر أنا لن أخوض في الحديث في هذا البيان لأنه بصراحة في بعض الأمور ربما يجب أن تكون جهة ربما أن تكون جهة من المجتمعين من العشائر تكون وإدانة وبالتالي لا يمكن أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع بغياب هذه الجهات ولكن على السلطة الانسحاب الفوري من الاتفاقية أو التحفظ على البنود التي تخالف الشرائع الإسلامية هكذا طالب بعض الحاضرين في هذه الجلسة العشائرية في الخليل وكان قد طالب بهذا الشيء ويعني جهات أخرى طالبت فعليا هل نستطيع أن نقوم بهذه الخطوة؟ نعم صحيح في اتفاقتي فيينا لعام التسعة وستين أجازت بشكل عام لأي طرف من الأطراف وقع على اتفاقية ثنائية أو متعددة أو جماعية حق الانسحاب طبعا بناء على طبعا بناء على أنه تم كتاب التقرير أو إشعار للهيئات المختصة دوليا في الأمم المتحدة وتبياد أوجه مخالفتها طبعا للقانون الأساسي والشريعة ومبادئ الشريعة الإسلامية وخلانا نكون واضحين يعني هكذا موقف قد يكون ضعيف يعني من ناحية قانونية ولكن يجيز الانسحاب أنه في مبدأ حام في اتفاقتي فيينا يجيز الانسحاب والعودة بعد سنتين أو ثلاث سنوات ومن ثم العودة الاتفاقية من جديد والتحفظ على بعض بنودها طبعا يعني بعض المشاركات سيد جمال حوسو سعدتها صباحا ويقول هذه الاتفاقية دمار وإليكم بعض بنود الاتفاقية طبعا يرسل لنا بصورة لبعض ما جاء في هذا التقرير إجمالا البعض قال أن هذه التوصيات التي كانت للحكومة الفلسطينية أو من أجل أن ترسل الحكومة الفلسطينية تم المبالغة فيها أو لربما تحريف ويعني كانت هناك أياد خفية تعمل على إثارة البلبلة هكذا تم الإفادة من مركز الإرشاد القانوني والاجتماع للمرأة من قبل الأستاذة راندا سنيورا في استضافة سابقة لها يعني ما الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية وهنا سؤال من خلال حبتنا المتابعين بالبث المباشر عبر الفيسبوك يعني بيقولوا طب شو اللي مش مخالف للشريعة نحن عمانا بنحكي عن المخالف طب أنت حضرتك وصد بها ذكرت أنه 70% هي تقريبا مش مخالف طب اللي مش مخالف يعني كان بالإمكان أن نصير وفقه وأن نعرض عما هو مخالف حقيقة مجتمعيا دينيا حتى عرفا في هذا الموضوع نعم صحيح أنا كما ذكرت أنه فيه تقريبا 70% من الاتفاقية لا تخالف الشريعة الإسلامية مثلا كحق المرأة في المساواة في الانتخابات أو حقها في التملك أو حقها في العمل أو المساواة في العمل أو حتى حقها في التملك وحقها في حضانة الأطفال هذا طبعا حتى المؤسسة الشرعية أقرت فيه يعني حضانة الأطفال والرعاية يعني وهذا أقرت فيه يعني فبالتالي الإشكالية تثور أنه انفراد هذه الجمعيات في إصدار التوصيات يعني إذا كانت هكذا توصيات صدرت ولم يتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لتصبح قانون ملزم فكيف إذا أصبحت قانون ملزم يعني هنا الإشكالية أنه لو هذا التقرير الذي صدر عن مركز المرأة للمساواة وهيومن رايس ووتش تم بالتشاور مع المؤسسة الشرعية ودائرة الأحوال الشرعية لما صدر بهذه الطريقة يعني فبالتالي هنا الإشكالية الواقعية نحن نتحدث قانون مجرد وصحيح هناك مواقف يبنى عليها ولكن هناك إشكاليات واقعية تخالف من خلال هذه الجمعيات عندما تحاول بشكل كبير الاستفراد حتى في حقوق معينة يعني لماذا الجمعيات النسوية جاءت على المادة 16 بأول تقرير لماذا لم ترفع توصيات مثلا بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات بحق المرأة في تبوى مراكز قيادية في المجتمع الفرسطين البعض يعني ممكن أن يقول أن كان هناك مشاركات كي لا نجلد نحن بشكل كبير نعم صحيح كان في هناك مشاركات من قبل بعض المؤسسات بصراحة ولازلت أذكر أننا نتحدث في الإيجابية والسلبية عن البعض وليس عن الكل نعم صحيح كي لا نعمم حتى لا يفهم من كلامي أنه انتقاد أن أقترح على المؤسسات النسوية كوني قانوني وكوني محامي ما الذي يمنع هذه المؤسسات من إصدار تشريعات وقوانين محلية فلسطينية تحفظ للمرأة كرامتها وتنادي بحقوقها وكذلك تحميها من جرائم القتل على ما يسمى الشرف بما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية نحن من الداعمين لهذا الشيء صحيح يعني الإسلام أعطى حقوق المرأة ورفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة والقتل والعنف وهذا واضح نصا وحرفا وبكل الديانات أيضا يعني في مشاركة من حمود أبو أحمد بيقول شو في عنا إشي في الإسلام بنقص من المرأة أو بيقلل من حقها عشان نركض وراء الغرب يثقفونا ويبعدونا عن شريعتنا وقانوننا الإسلامي أيضا في مشاركة من معتصم شريم بيقول من وقع على المعاهدة يمثل عائلة فقط والجمعات النسوية بعضها بيقول مشبوه أما ما حصل في الخليل من حقهم لأنه عندما تتعارض مع الشريعة فهم لا يمثلون الشعب أيضا من مشاركات البعض بيقولوا أنه يتحدث تتحدث الحكومة أن ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ليتم تطبيقه وقد تم تطبيق منع زواج تحت سن 18 عام رسميا هذه أول معارضة مع الشريعة الإسلامية بخصوص قانونيا وبهذا الصدد وبهذه النقطة سريعا تحديد سن الزواج ب18 عام يعني هل فعليا قانونيا أعتقد لها الحق بخصوص الخوض في هذا الموضوع وإصدار القرارات والمواد القانونية لكن مثل هذا المشاركة بتقول أنه حد 18 عام يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولكن تم المصادقة على هذا القرار نعم صحيح يعني أنا برأيي أو بنظري يعني تحديد سن الزواج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كونه يعني أنه سن الزواج أو سن البلوغ يتحدد بناء على كل فترة زمنية يعني قد يكون سن البلوغ قديما يختلف عن سن البلوغ حاليا وبالتالي أنا باعتقادي يعني هم يعالجوا الموضوع من نتائجه وليس من أسبابه هم باعتقادهم أنه تحديد سن الزواج لـ 18 قد يكلل من نسب الطلاق فبالتالي أنا بنظري أنه الطلاق لا يتعلق في سن الزواج يعني قد يكون هناك فوق 18 سنة أيضا يوجد حل الطلاق فبالتالي إحنا عالجنا النتيجة ولم نعالج السبب يجب معالجة أسباب الطلاق أو حتى يكون أنه في توعي أو حتى تكون قادرة على تحمل المسئولية يجب أن يكون هناك مؤسسات ناظمية شرعية أنا بنظري أنه تعطي رخص معينة للزواج يعني وكأنه ترجم زي ما بنقول أنه نعالج الخطأ من الأساس نعم صحيح نروح على موضوع النتيجة نكفز على النتيجة طيب يعني نلخص القول فيما يتعلق واتفاقية سيداو والعودة إليها حاليا قانونيا ما الخطوات المتبعة ما الذي يمكن أن نفعله بصراحة حتى لا نتعارض مع أدياننا وبالإضافة مع العرف المتبع هو الآخر الذي ضمن المنطق وضمن القانون وضمن الشريعة نعم صحيح ذكرت حل أنه قانونيا نقدر أنه نشكل لجان قانوني ممثل عن وزارة العدل ووزارة الخالجية وكذلك من نقابة المحامين ومتخصصين في القانون الدولي لرفع إشعار لهيئة الأمم المتحدة في طلب الانسحاب من هذه الاتفاقية وهو أنا بنظري هو حل قانوني بحت ولكن هناك حل قانوني وواقعي أولا وبداية أطالب دولة فلسطين ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس بعدم كخطوة ابتدائية بعدم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية إلى حين أن يتم تشكيل لجان من كل الجهات المختصة والجلوس على طاولة واحدة من المؤسسة الشرعية ومن المؤسسة القانونية ومن متخصصين في القانون الدولي من ممثلين عن نقابة المحامين وكذلك ممثلين عن جمعيات حقوق المرأة للبحث في آليات تنفيذ هذه الاتفاقية في البنود التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وأن يكون هناك كراءة في المادة 16 التي تتعلق في الأحوال الشخصية من المؤسسة الشرعية والعمل على تطبيق ما يمكن تطبيقه بما لا يخالف عن الثوابت الوطنية لأنه معروف في الفقه الشرعي الفقه الشرعي قابل للاجتهاد وهناك يوجد أمور فيها اجتهاد لأنه ليس كل المادة 16 في الاتفاقية سيداو مخالف للشريعة الإسلامية يعني تفسيرها إذا كنا نريد أن نخرج بصمام أمان بهذه المادة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية يجب أن تقدم كراءة من الأسرة الشرعية بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية وهكذا يكون قد أوفينا التزاماتنا الشرعية في الاتفاقية أمام المجتمع الدولي ووافقنا ما بين التشريعات المحلية وأنه يتم أخذ بصراحة المواضيع بأنها يعني وكأنها تحصيل حاصل هذا مهم جدا أن يكون في نقاش في توعية في معرفة قبل ما يتم التوقيع على أي شيء وبالأهم من ذلك أنه هل هي تتوافق وتتوائم يعني عادي إذا أثيوبيا اعترضت وتحفظت إذا في دول أخرى نعم صحيحة وكذلك دولة الكيان الإسرائيلية تحفظت على المادة 16 يعني عادي جدا ما نتقصش هذا الشيء من شأن الدول التي تحفظت على العكس تماما هي ربما درست وتفحصت الموضوع أكثر بما يتلأم أو لا يتلأم مع طبيعتها مع بيئتها ومع معتقداتها بشكل عام إجمالا نحن نأمل في القادم أن يكون هناك تحرك إيجابي بخصوص هذا الموضوع بما لا يثير البلبلة والمشاكل في المجتمع الفلسطيني وأن لا يفتك في النسيج المجتمعي بصراحة هذا مهم جدا إجمالا أشكرك جزيل أشكر المحامي بهاء غانم محامي نظامي وبالتأكيد دائما أبدا نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تحركات إيجابية في هذا الصدد من قبل أيضا الجسم القانوني الممثل لكم نقابة المحامي وبشراكة من جهات أخرى نواصل المشوار الصباحي والمزيد مع حضراتكم وبالتأكيد